النهاردة بقى في وسط السحراء تاني هنعملكم على اكلة ما جربتوهاش قبل كده وانا متأكد انها هتعجبكم الاكلة بتاعتنا النهاردة هنعملها اي حاج عايد هنحط ايه على ايه على ايه هنحط الفرخة على الخضار ونرمها على النار ولا ايش رأيكم يراك يا يوسف ها نحط الفرخة اكلم صوتك عايز اسمع يعني نحط الفرخة على الخضار في الفويل وبعدين نحطها فين على الفحم على الفحم تمام على بركة الله النهاردة هنسأل محمد ويوسف لما بتنزل تجلب لما تروح البحر تجلب صح او لا الحوت الصغيرة بتاخدها او اللي بتسيبها بتسيبها ليه الكبيرة احسن الكبيرة احسن والصغيرة نسيبها عشان ايه عشان تكبر اللي ينور عليك انا اخذها اللي ينور عليك لو خدناها الصغيرة ايش هيحصل مش هيبقى في حوت تاني لنا خلاص مش هيبقى في سمك لا خلينا صغير حيقصر بحوت حيولد حجب حوت صغير هيقصر بالزبط كده الله ينور عليك بالزبط كده الله ينور عليك لو خدنا الصغيرة محمد فكرته لو كلنا خدنا بالنا من الفكرة بتاعت محمد ويوسف كمان عن السمك الناس الصيادين المحترفين اللي عندهم مراكب كبيرة وبيلفوا بيها البحار وبيصطادوا في كل حتة نوع قليل قوي من الناس اللي ممكن ياخد باله من السمكة اللي ممكن ياخدها والسمكة اللي ممكن ما ياخدهاش لان لما منجور على اي حاجة بتنقرد بسرعة فالسمكة الصغيرة كده كده مش هتنفع هنقول لها ولا هنعمل بيها حقا مش هتنفع حتى في الأكل صح صح والله فالإن عworkout نصrat مع صاحبات مش حيتكاثر السمكة بعدك حتى في الق working العائمة الضرب الشبكة هذه الحتة اسماما مهم الحجة عادية مش هيتكاثر السمكة صح بطار فكثيرها كبيرة كبيرة ممكن نكونها فاطور من ينفعش譬ى سينا Landsaz منا بسوطرة و المنا بس صح بتطلع على الصغيرة ولا بتسيبها جدعي ابن أخي الله ينور النهاردة يا جماعة الخير الموضوع اللي بنتكلم فيه مع الشباب موضوع مهم جد لو لمينا كل الشبك بتاعنا بقى دايق وشنا منه كل السمك اللي في البحر مش حاجة عندنا سمك اللي اسبوعه الجاي ناكله تمام الحاجة التانية بالنسبة للرئيسة بتوعنا او الرئيسة اللي هما بيريسوا المراكب في البحر سيان كان بيعمل غطس مع السياحة او سيان كان بيعمل رحلات صيد في الاماكن اللي مسموح بيها في الصيد مع اي حد ازا كان اخوانا اللي من نحية التانية من مصر ازا كانوا من الدلتة او من الصعيدة او اي حد جاي اجازة عندنا هنا لازم الرئيس له دور كبير جدا في الشغل بتاعه اللي بيعمله الرئيس اللي على المركب يعني ما بقاش طالع مركب غطس واحد ينزل يجلق يستاد وطلع لي جرش طب ازاي جرش دي من الحاجات اللي بتنقرد ازاي واحد نازل يستاد تمام مركب مركب عليه ناس بتغطس واحد من الناس دي بالطريقة وباخرى عرف يقنع اي حد على المركب ان يخش اي مكان المفروض ما ينفعش فيه الصيد ويستاد كلام ده كله ما ينفعش لازم انت وانا وهو وكلنا كل رئيس وكل واحد في مكانه ياخد باله كويس جدا ان انا ضريت البيئة اللي انا عايش فيها بطريقة وباخرى حتضرني صح ولا انا غلطان يا جماعة الخير صح ما افروض ناخد بالنا من البيئة بتاعتنا ولا لا زي نظافة الزبالة زي ان انا ماخدش الحوط الصغير زي ان انا لو كالت شوكولتاية ولا اي حاجة حلوة في الورقة بتاعتها مرمهاش فين مرمهاش في الارض ليه عشان لو رميتها في الارض مين حيأكلها المعزة صح ولو المعزة اكلتها مين اللي بيأكل المعزة مش احنا اللي بناكلها طب ما هو في الحالات دي المعزة حتموتنا كده صح انا لا واكلة بلاستيك واكلة ورق من رميه في الارض مش هينفع مظبوطة ليه رأيكم على بركة الله الحاجة التانية مهمة جدا يا جماعة الخير اي حد بيطلع البحر النهاردة عايزيني تكلم عن البحر شوية عشان الموضوع ده مهم جدا لاني في ناس كتيرة قوي قوي ممكن بيعملوا الحاجات دي بسلامة نية بس هي سلامة نية ما يعلم بقى غير ربنا ان انا يبقى عندي كام كيز زبالة في المركب وبعدين اروح رايح وانا ماشي في عرض البحر يا عم ده بحر الله بحر هي عم انت ما هو البحر ده ما هويتوسخ ما ينفعش ترمي فيه الكيز بتاعت الزبالة بتاعتك بتاعت الاسبوع او بتاعت اليوم وانت معاك الرحلة انت عليك رقيب تاني مش معنى ان انا مش شايفك او محدش شايفك ارمي واعيش في حياتي وخلاص ما ينفعش بالعكس انت هتشتغل سنة وحتوقف بعد كده لان انت لما هترمي النهاردة وانا هترمي النهاردة وده هيرمي بكرة في وسط البحر ايه اللي هيحصل البحر هيبقى كله مقلب زبالة السمك حيطوله الترتلز بيخدش الزحالف يعني البلاستيك ممكن يزعلها جدا في حاجات كتيرة قوي كل الزبالة اللي بنرميها دي بتزعلها جدا زاقت بقى الوقت اللي بناخده يعني الحاجات حتى اللي بتغرق وبتنزل من الحاجات اللي بتترمي في البحر دي بتاخد وقت كبير جدا عشان تتحلل وعشان تتحلل هتموت لي نص الحياة البحرية ويمكن اكتر شوية يبقى انا مازت عندي السياحة بتاعت الداي بتاعت الغطس عشان انا بوزت البيئة بتاعتي طب عملت مركبي ليه طب انا جيت اشتغلت ليه في السياحة لو ما خدتش بالي من اللي انا بعمله حبوز السياحة بتاعتي لو اشتغلت النهاردة سنتين ثلاثة عم عايد بعد كده هنعمل ايه خلاص هنغني ظلمو مفيش ولا زبون حيجيني لاني خلاص ما عدش عندي لا الشعب المرجنية ولا عندي الأسماك اللي المفروض موجودة بسبب اللي احنا بنعمله في البحر يا ريت تقول لي يا اخي في ناس بتجي من بره يعني ايه من بره من بره البلاد من بره من بره الطور مثلا او منطية سينة اه بالفلائك بتاعتهم وبيرموا الشبكة من فوق الفلوق بتاعتهم اه وميجي يسحبها ايه من فوق الفلوق واي ايه تمسك في الشعب يضرب اللي يبقى بزاوي وبخشب كده بيكسر الشعب اه طبعا كده بيبوز الشعب ده مصيبة سودا لكن اللي هنا فاهم ازاي لازم ينزل بالشبكة بشوفهم على رجليهم برها لازم حلها من الشعب ولازم في الاماكن اللي مسموح بيها مسموح فيها بالصيد مسموح فيها بالصيد ويعني هدي يعني بتأثر عن دين احنا برضو بتقتل الشعب طبعا ما الشعب لو تجتلت برضو السمك حيجل على فكرة عايد وضح لنا نقطة برضو مهمة جدا وعايزين يتكلم عليها النهاردة ايه الشعب خلي بالكو يا جماعة الخير الشعب ما بتكبرش زي عضو الدرة او زي اي شجرة او الصنط الواحد من الشعب بياخد عشر سنين عشان ينمو المتر الشعب هياخد مية سنة عشان ينمو لو كل واحد كل يوم سيان بقى كان غطاس او ان كان صياد او ان كان حد طالع نزهة في البحر وما خدش باله من الحاجات دي خلي بالكو يا جماعة الخير صدقوني كمان خمس ست سبع عشر سنين بالكتير مش هلاقي اي حاجة عندنا نتفرج عليها فلازم حتى اللي جاي من بره يصطاد لازم يكون داخل المنطقة بتاعت جنوب سيناء على سبيل المثال عن طريق الحدود ومعروف المراكب اللي موجودة جوه والشبك اللي معاهم شكله عامل ازاي لان الشبك كل ما كنا منتكلم من شوية اللي كان انت كنت تقول حاجة عادي الشبك كل ما صغر كل ما بيلم كبير وصغير اي وفا كده من خلص على الحياة البحرية كلها وبعد شوية مش هلاقي اي حاجة نقدر حتى زبون مش هلاقي اللي هو بيجي يتفرج على المعالم بتاعتنا في مصر اذا كانت تحت المية او اذا كان في الصحراء او اذا كان اي عدنا حاجات كتيرة جدا وكل العالم يتمنى يجي يشوفها بس طول ما احنا مش عارفين قيمتها طول ما الناس مش هتفكر تيجي تشوفها انت عندك حاجة جميلة جدا بس مبوزها لي خالص اجا تفرج فيها على ايه ممكن حد عنده ربع اللي عندك بس عنده حاجة كويسة جدا هو اخد باله منها كويس جدا رغم انها ربع ما يعادل ربع اللي عندك بس هو اخد باله منها جامد جدا فهد اكيد الناس هتروح لك انت اكتر عن اللي هو مش واخد باله فمن فضلكم يعني واحدة سريعة كده الانكرز البروسي ما ننبراهوش على الشعب الشبك لازم نعمل عليه لازم يبقى فيه بطريقة او باخرى حد يعمل تحكم في هذا الموضوع ازاي الشبك اللي معادي الناس الراحة تصطاد الشبك بتاعها كبير او صغير لازم حد ياخد باله مين بيصطاد فين لازم الاماكن دي تتوزع عشان ما تبقاش جهجة هون يبقى عارف مين فين انا عندي عشر اتناشر واحد في الزاوية دي عندي عشر اخمستاشر واحد في الزاوية دي يبقى انا حتى كطريقة امن انا عارف مين فين ما ينفعش اي حد يجي يخش اي حتة وخلاص لازم انا كحدود او انا كشرطة مسطحات او انا كاي حد من الناس اللي هي المفروض قائمين على هذه الاعمال يكون في حد بيرائب الكلام ده لان مرائبته هي اول درجة من درجات الامن اللي احنا كلنا مندور عليها ما عليش دايما الكلام بياخدنا عن الحاجات الطيبة عشان بس عايزين نعرف السادة المشاهدين مصر قد ايه جميلة مصر قد ايه فيها حاجات حلوة جدا لو استغلناها ايه اللي ممكن يحصل اولاد ها نبقى عندنا زبائن كتير يبقى عندنا سياحة كتير صح ولا لا بس عشان يبقى عندنا سياحة كتير لازم ااخد بالي من الحاجات اللي السياحة جايين يتفرجوا عليها ولا ما اخدش بالي لا حاجة حلو عندك حفاظ بها حاجة له اكثر كمان الله يفتع عليك ومحمد قال لو عندنا حاجة كويسة حافظنا عليها حاجولنا اكتر لو ما حافظناش عليها محدش هيجي هنرجع عن الفرخة بتاعتنا تاني معلش احنا خلاص تقريبا الحاج عاد واحنا منتكلم الله يبارك له قطع كل الخضار اللي هو يعتبر تاني اكلنا زي ما قولنا قبل كده كله اكل صحي فقطع الخضار هنبدأ نلف الخضار بتاعنا في الورق بتاع الاليمونيا هو احنا بعد كده ممكن على فكرة ورق الاليمونيا بينفع في الحالات اللي زي بتاعتنا بس يفضل دايما لو هيبقى فخار او فصنية حاجات زي كده ورق الاليمونيا على قد ما نقدر عايزين نقلل من استعماله لاهلينا في كل بيوت واهلينا في كل السحاري في كل حتة بس في اماكن زي كده ممكن بستعمل اي حاجة موجودة معايا اقدر استعملها هنرجع لكم تاني بعد ما نزبط النار بتاعتنا وحنوريكم ازاي هنحط الفرخة بتاعتنا مع الخضار واللفها شكرا حالا هنكون معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة